الأول من كانون الأول تاريخ حفر في ذاكرة العراقيين مخلدا ذكرى يوم الشهيد حين ارتكبت إيران واحدة من أبشع جرائمها أثناء حربها مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي ففي معركة البسيتين عام 1981 أسرت القوات الإيرانية أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل عراقي بين ضابط وجندي لتنفذ حملة إعدام ميدانية بهؤلاء الأسرى بأكثر الطرق وحشية حين قامت وبمشاركة ميليشيا بدر بتعذيب وقتل من أسروا في المعركة عبر ربطهم بالسلاسل بين المركبات وتقطيع أوصالهم في مشاهد مروعة قبل أن تطلق صراحة بعضهم لينقلوا الخبر بهدف نشر الرعب في صفوف الجيش العراقي ولأن التاريخ يعيد نفسه فقد واصلت إيران سياستها في العراق باستخدام أدواتها التي سبق وأن شاركتها جرائمها في حربها على العراق واليوم باتت تمسك بزمام السلطة وتحاول تمرير المشروع الإيراني وترسيخ نفوذ طهران عبر وسائل شتى وسائل كشفت عن الدافع وراء كل الانتهاكات والفضائع التي ارتكبتها الميليشيات وأظهرت سبب عمليات القتل والتهجير والإخفاء التي ترتكب بحق المدنيين بدأ ذلك جليا في الحملات التي شنت على المحافظات المنكوبة والتي شهدت عمليات تدمير ممنهج وقتل على نطاق واسع كشفت عنها المقابر الجماعية في تلك المناطق فضلا عن عمليات استهداف الناشطين والمتظاهرين قتلا وتعذيبا وتغيبا على يد ذات الميليشيات كما أن القوى والأحزاب التي صنعت على عين طهران باتت اليوم تهيمن على المشهد العراقي وتستحوذ على ثروات البلد وتعمل وفق أجندة إيران التي لطالما وقف العراق سدا منيعا بوجه مخططاتها الرامية لابتلاع المنطقة والسيطرة على مقدراتها ترجمة نانسي قنقر